موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمات الفوريكس المحترف دروس تعليمية عن سوق الفوريكس الحلقة الواحدة والخمسون من برنامج تعليم الفوريكس أسلوب السلوك السعري العناوين 1. المقدمة 2. تعريف أسلوب السلوك السعري 3. الأدوات المستخدمة بإطار السلوك السعري 4. ميزات أسلوب السلوك السعري 5. المقدمة نود أن نعرفكم في الحلقة الواحدة والخمسون من البرنامج على أسلوب السلوك السعري أو Price Action وكذلك أنواع مختلفة من الأدوات التي يستخدمها هذا الأسلوب مثل المستويات 5. خط الدعم 6. خط المقاومة 7. النماذج 7. الشموع اليابانية 8. المؤشرات 9. شوكة أندرو 9. فضلا عن ميزات أسلوب 10. وخصائصه الملفتة للانتباه كما سوف نقدم لكم بعض المعلومات المفيدة الأخرى حول موضوع هذه الحلقة تعريف أسلوب السلوك السعري السلوك السعري عبارة عن أسلوب لإيجاد وتحديد مناطق الشراء أو البيع عبر استخدام أداة التحاليل الفنية بحثا عن أفضل زمان وسعر لإبرام الصفقات المطلوبة في إطار الأسواق المالية طريقة Price Action تغري الكثير من المتداولين المحترفين للتمتع بها دوما كما أن هذه الجميلة القوية مرحب بها لدى خبراء ومستشاري المصارف والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمار أيضا منطقة الشراء عبارة عن المنطقة التي نتوقع أن يحدث فيها تغيير أوضاع السوق من حالة الاتجاه الهابط إلى حالة الاتجاه الصاعد لفترة قصيرة أو طويلة لكي تصبح حالة إغراء الشراء سيدة الأسواق منطقة البيع عبارة عن المنطقة التي نتوقع أن يحدث فيها تغيير أوضاع السوق من حالة الاتجاه الصاعد إلى حالة الاتجاه الهابط لفترة قصيرة أو طويلة لكي تصبح إثارة البيع مهيمنة على الأسواق منطقة إن الكثير من المتاجرين في الأسواق المالية يرغبون في القيام بإرام صفقة أو حتى عدة صفقات يوميا بينما ينمغي علينا أن نستوعب بأنه لا تسير الأمور دائما على ما يرام ولا يمكن إنجاز الصفقات وقت ما شئنا ليس كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن بناء على ما ذكر أعلاه فيتعين على اللاعبين في سوق الفوركس أن يأخذوا جانب الحيط والحذر بعين الاعتبار ملتزمين بتطبيق خطط ناجمة عن معطيات التحاليل الفنية ومتابعة الأنباء الواردة أول بأول قبل التفكير في اتخاذ أي خطوة وذلك للحيلول دون الوقوع في فخ الأخطاء الفاحشة التي تتضمن الأخطار الفادحة فاعلية أسلوب السلوك السعري عندما تتمنى السوق طريقا أحادي الجانب مما يدفع المتداولين بالسير فقط في اتجاه معين دون غيره حيث أن المتاجرين المحنكين يسابقون الزمن لإغلاق صفقاتهم المفتوحة في منطقة محددة بشكل كامل أو بشكل مؤقت فيصبح أحد الاتجاهين الصاعد أم الهابط سائدا على السوق لأمد قريب أو ربما لأمد بعيد وهنا في هذه النقطة بالتحديد يأتي دور الخبرة لتفضل المحترفين على المبتدئين في سوق الفوريكس يعلم المحترفون كيف يقلبون الطاولة على الآخرين عبر دراسة المعطيات الحاصلة من خلال التمسك بالبرامج والأساليب المتنوعة مثل فراشة برايس أكشن المذهلة التي لا تختار إلا فراش المتفوقين على سبيل المثال عندما يقوم عدد لا بأس به من المتاجرين بالبيع بحيث تأخذ الأسعار منحا فبوطيا فيقبل البارعون على المشي في الاتجاه المعاكس عند وصول الأسعار إلى النقطة المطلوبة لديهم مما يؤثر على السوق لكبح جماح التقلبات السوقية لتعود الأسعار إلى الاستعلاء مجددا كما أنه من الممكن أن تختار الأسعار مسارا هبوطيا من جديد لتقود نفسها نحو حافة الهاوية بعبارة أخرى فإن المتاجرين المحترفين يتربصون بالأسواق المتقلبة للإصطياد في الماء العكر عبر توجهات معاكسة تتلاعب بالصفقات في مناطق واضحة المعالم لدى هؤلاء وكل ذلك بفضل خبرتهم وبراعتهم التي تجعل الأساليب والخطط المتوفرة تلعب للصالحهم دون سواهم الأدوات المستخدمة في إطار السلوك السعري نقاط إضاحية حول الأدوات المستخدمة في إطار السلوك السعري إن تركيزنا في هذا السياق ينصب على رسم النماذج بشكل رئيسي فلذلك ينبغي أن نكون على علم مسبق بالنماذج وتفاصيلها بشكل كامل إضافة إلى التعرف على الأدوات المطلوبة الأخرى جيدا يقوم جميع المتاجرون النشطاء في إطار آليات الأسواق المالية باختيار نقاط الدخول إلى السوق والخروج منها بناء على معطيات التحاليل الفنية وحتى أولئك الذين يفضلون إبرام صفقاتهم عبر التحاليل الأساسية أيضا ملتزمون بخيار التحاليل الفنية الذين يقعوا اختيارهم على معطيات التحاليل الأساسية للتداول المالي مثل الاستماع إلى الأخبار والالتزام بنتائج التحاليل المبنية عليها مثل قرب حدوث تغيير في مسار الأسعار أو معلومات من هذا القبيل فلا يمكنهم أن يستغنوا عن الاستعانة بما تقوله التحاليل الفنية بما يتعلق باختيار النقاط الدخول والخروج ينبغي القول بأن كنت المجموعتين أي أنصار استخدام التحاليل الفنية من جهة وكذلك الموالين لنظرية الاستعانة بالتحاليل الأساسية من جهة أخرى تتقيدان بنقاط محددة كأساس للقيام بفتح الصفقات أو إغلاقها وأما أسلوب السلوك السعري من شأنه أن يساعد المتداولين على إيجاد هذه النقاط المطلوبة كيفية التحليل عبر اختيار الفترات الزمنية على المتداولين في إطار الأسواق المالية أن يباشروا بالتحليل ابتداء من الفترة الشهرية مرورا بفترات أخرى ووصولا إلى الفترة المطلوبة على سبيل المثال نريد أن نقوم بإنجاز الصفقة في إطار فترة ساعة واحدة فعلينا أن نرسم فترات زمنية مختلفة تشتمل أولا على الفترة الشهرية ومن ثم الفترة الأسبوعية تليها الفترة اليومية ثم فترة أربع ساعات وأخيرا فترة ساعة واحدة وذلك محاولة من للاطلاع على النقاط المطلوبة بغية إبرام الصفقات عبر الاستعانة بأسلوب السلوك السعري قيد المناقشة خلال هذه الحلقة من البرنامج ميزات أسلوب السلوك السعري واحد تقييم فرص نجاح الصفقات من عدمها معظم المتاجرين الناشطين في إطار الأسواق المالية يستخدمون رسم النماذج أو يتمسكون بمعطيات التحاليل الفنية بغية القيام بالتجارة الإلكترونية إلا أن هذه النماذج أو المعطيات ليست بالضرورة دوما صائبة فكثيرا ما لا يحالفها الحظ وبالتالي سيكون مصيرها فاشلا إن سبب التعثر في مثل هذه الحالات قد يعود إلى عدم وجود رؤية واضحة تسلط الضوء على النقاط المستهدفة حيث من شأنها أن تتلاعب بالأسعار مما يؤدي ذلك إلى جعل الأسواق متقلبة دون نتائج إيجابية بينما الاستعانة بهذا الأسلوب الرائع أي Price Action تمكن المتداولين من معرفة ما إذا كانت فرص نجاح الصفقات المطلوبة كبيرة أم لا أسلوب السلوك السعري يأخذ بيدنا كمرشد ذو مصباح ليضيء الطريق أمامنا ويعلمنا إلى أي مدى يمكن المضي قدما في الالتزام بالخطة الموضوعة إلى الأمام فيجعلنا نصبح متفائلين بمستقبل واعد بحيث نسير في طريقنا ونحن وافقون بأنفسنا ماء في الماء أحيانا كما أنه يأمرنا بالوقوف عند مستوى أقل من ذلك مثلا أن لا نتخطى نسبة الأربعين في الماء في بعض الأحيان اثنان وضع حد جني الأرباح عندما نطلع على مدى إمكانية المضي قدما في مسيرتنا السوقية إلى الأمام فيتسنى لنا أن نضع حد جني الأرباح بشكل مطلوب حيث يكون ذا فرص نجاح عالية ليتناغم مع ما نتطلع إليه ثلاثة وضع حد إيقاف الخسائر أسلوب السلوك السعري يمنح المتاجرين إنكانية اختيار النقاط الأكثر ملآمة لوضع حد إيقاف الخسائر حيث يحتاج المتداولون إلى تحديد ذلك بشكل دقيق فيما أن معظم هؤلاء لا يستطيعون القيام بهذه المهمة الصعبة ويخطئ بعضهم سواء أكان بوضع حد كبير لإيقاف الخسائر أم حد صغير مما قد يؤدي إلى حرمانهم من أرباح محققة في الحالة الأولى أو يحول دون حصولهم على أسعار جيدة في الحالة الثانية أربعة الاستفادة من الاستراتيجيات في الاتجاه عندما يتعرف المتداولون على المنطقة التي سوف تنطلق منها الأسعار وكذلك على المنطقة التي تعتبر مستهدفة فيتسنى للمتداولين أن يستمتعوا بميزات الاستراتيجيات في الاتجاه محاولة منهم لرفع مردود هرامي إلى جعل الصفقات مربحة وكل ذلك بفضل طريقة Price Action الساحرة إدارة المغامرة وإدارة رأس المال ميزة الرافعة المالية التي تسمح للمتداولين الناشطين في الأسواق المالية بخوض مغامرات كبيرة أثناء القيام بأعمال تجارية مثل تدول العملات الصعبة الفوريكس الخيارات الثنائية عقود الخيارات عقود السلع الآجلة وكذلك الرهان على فرقات الأسعار يمكن أن تجلب لهم السعادة المالية كما أنها تنطوي على مخاطر قد تعرضهم لتلقي خسائر فادحة إن الرافعة المالية الفاتنة تغري المتاجرين للاستسلام أمام مغامرات غير مدروسة من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب منا قد يأتي هذا الإغواء بنتائج عكسية حيث يجرهم إلى مناطق الأخطار المحتقة التي تسرق منهم رؤوس أموالهم وذلك بعدما أغرقوا أنفسهم في التفاؤل المبالغ فيه حول حتمية عودة الأسعار لاحقا إلى المنطقة التي يتمنى هؤلاء أن تعود فيقررون الإبقاء على صفقاتهم الفاشلة مفتوحة إلى أن يفقدوا كل أموالهم ليواجهوا نداء الهامش أو margin call وهذه الحالة عبارة عن إبلاغ المتداول بوصول رصيد حسابه إلى قرابة الصفر وذلك بسبب أخطائه في تقييم أوضاع السوق ومخاطرات غير مجدية بناء على ما ذكر أعلاه فعلينا أن نكون حذرين في تعاملاتنا المالية ونأخذ اتجاهي الأسواق الصاعد والهابط معا بعين الاعتبار ولذلك نجد أنفسنا مضطرين لاختيار هذا الأسلوب الرائع تفاديا للوقوع في فخ الأخطاء المدمرات 6- جعل أذهان المتداولين منفتحة على ضرورة أخذ اتجاهي الأسواق الصاعد والهابط معا بعين الاعتبار 7- بعض المتداولين الناشطين في الأسواق المالية يتبنون فكرة خاطئة وهي قائمة على أساس حتمية تواصل حركة الأسعار في اتجاه واحد بعدما تخطط حاجزا ما يعتبرونه مصيريا لتطير الأسعار بعد ذلك إلى الأعلى دون إمكانية تعرضها للهبوط على سبيل المثال بالنسبة لمسار الذهب يمكن أن يعتقد هؤلاء المتاجرون المتفائلون بأن أسعار هذا المعدن النفيس 7- سوف تكون صعودية بعدما تمكنت من كسر حاجز 1300 دولار لتتسلق قمة 2000 دولار بعد ذلك بالضرورة 8- وبناء على نظرتهم الخاطئة هذه سوف يقومون بالشراء فقط 9- بينما قد تتغير الظروف في لحظة ما لتطيح بسيادة الاتجاه الصاعد على السوق جاعلة الأسعار تهوي إلى ما دون 1000 دولار في بعض الأحيان 9- إن الشراء المبنية على نظرة تفاؤلية قد يأخذ المتاجرين على حين غرى ليجعلهم عرضة لخسائر جمّة 10- حيث سوف تذهب أرصدت حساباتهم أدراج الرياح مما يرغمهم على مواجهة نداء الهامش أو margin call 10- كما أن طريقة price action المذهلة تحدد مناطق كمؤشر على حدوث شيء ما قريبا 11- وإذا تعرضت الأسعار لتقلبات في هذه المناطق 12- فينبغي على المتداولين أن يظهروا ردات فعل مناسبة سواء بالبيع أو بالشراء 13- بعد المناطق المحددة لهم بواسطة أسلوب السلوك السعري حيث يعلمهم التأقلم مع حالة تذبد بالأسعار 14- التي تتراوح دوما فيما بين قطبي الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط حسب ظروف تسود الأسواق 15- وكذلك عدم الإلحاح على تبني فكرة تشجع على إمكانية تغلب اتجاه محدد دون غيره بشكل نهائي 15- الزمان المناسب للتحليل 16- أيام السبت والأحد في الأسبوع تعتبر بمثابة أفضل الأوقات للتحليل حيث أن الأسواق مغلقة 16- فإذا كانت لدينا صفقات مفتوحة لن تتعرض للتقلبات 16- وإذا لم تكن هناك صفقات مفتوحة قد نرغب في فتح صفقات خلال الأسبوع المقبل 16- وبالتالي يتسنى لنا أن نستغل فترة إغلاق الأسواق للقيام بالتحليل 17- وجس نبض محموبة أصحاب رأس المال حول العالم أثناء سباتها العميق 17- لو أردنا أن نقوم بالتداول ألماني في فترات زمنية أقصر 18- أو في حال تعرضت الأسواق للاضطرابات وتحركات سريعة 19- في اتجاه واحد مما يرغمنا على تحديث تحاليلنا 20- فإن بداية كل صباح قبل أن تبدأ السوق البريطانية عاملها اليوم 21- تعتبر أنسب الأوقات للتحاليل في هكذا حالات طارئة 21- الرموز وأزواج العملات المتداولة في الأسواق المالية 22- ينبغي على المتاجرين أن يخفاروا أزواج العملات الأكثر ملاءمة لمؤطيات التحاليل الفنية 23- وهي عبارة عن أهم العملات المتداولة في سوق العملات العالمية 24- أي العملات الرئيسية خاصة زوج اليورو الدولار الأمريكي 24- وكذلك زوج اليورو الجنيه الاسترليني 25- وأما بالنسبة للسلع فأكثرها تداولا عبارة عن الذهب والبترول 25- ينبغي تجلب اختيار أزواج العملات التي لا تحتوي على إحدى العملات الرئيسية 26- على المستوى الدولي مما يبعدها عن دائرة اهتمام المتاجرين 27- ويمكن الإشارة في هذا المنمار إلى الفرانك السويسري أو الليرة التركية 27- أو العملات الصعبة العائدة إلى دول لا تحظى بمكانة هامة في التجارة العالمية 28- بسبب قرارات متخذة من قبل المصارف المركزية لهذه الدول 28- وكذلك سيطرت البيروقراطية حيث تنتج قوانين وأنظمة ورسوم وبرائب غير ملائمة في مجال التصطير والاستيراد 29- وهي تضيق الخناقة على أنشطة اقتصادية في إطار التبادل للتجاري الحر مع الدول الأخرى 29- أزواج العملات هذه والتي نحذركم من اختيارها للتداول في الأسواق المالية 30- تميل في الغالب للتأقلم مع معطيات التحاليل الأساسية ولا تتماشى مع توصيات التحاليل الفنية 31- فحذارا من الوقوع في فخ العملات غير المعروفة وعليكم التركيز على العملات الرئيسية والسلع الهامة كما أسلفناها 31- يتصنى للمتداولين أن يتابعوا الأنباء المتعلقة بشؤون أزواج العملات والسلع الأكثر تداولا من خلال تصفح المواقع الإلكترونية 32- وكذلك قنوات التلفزة المعنية بالأمر أو متابعة وسائل إعلامية أخرى محاولة منهم لكسب المعرفة المطلوبة في هذا الصدد 33- أفضل منصة التداول 34- شركة FX Pro هي التي تقدم أفضل منصات لتداول حيث يوصف رسمها البيان بالجيد للغاية 35- كما أن أسعاره لا تتعرض للتشويش 35- عندما نرغب في التحليل وفقا لأسلوب السلوك السعري سوف نجد أنفسنا بحاجة إلى معلومات عن خلفيات تداول العملة أو السلع المنوي تبادلها أي المعلومات الأرشيفية المطلوبة خاصة فيما يتعلق بتداول السلع مثل الذهب والبترول 35- لكن غالبية شركات الوساطة لا تقدم أشيف الصفقات المتعلقة بالسلع وأزواج العملات المتداولة بشكل متكامل ولفترات طويلة في الماضي وإنما يتم عرض تقلبات الأسعار الأخيرة فقط 36- وأما ينظر إلى منصة تداول شركة FX Pro كأفضل من نوعها حيث تتيح للمتداولين إمكانية الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأرشيف المطلوب للشموع 37- مما يؤثر ذلك إيجابا على إنجاح عملية التحليل بشكل كبير 37- على سبيل المثال عندما نبحث عن أرشيف الشموع ضمن الفترة الشهرية العائدة إلى معظم الوسطاء فلا نجد إلا شمعة أو شمعتين 38- بينما تعرض علينا شاشة منصة تداول المملكة لشركة FX Pro مجموعة كبيرة ورائعة من الشموع التي تعكس الحاضر 38- كما أنها تعود بنا إلى الماضي المتجدد المتجذر مما يمكننا من معرفة أوضاع الأسواق المعقدة لكي نتخذ قرارات مصيرية تأخذ بيدنا إلى بر الأمان 38- منصة متا ترايدر 39- نريد أن نلقي نظرة في هذا الإطار على منصة متا ترايدر لكي نشرح لكم ميزة شركة FX Pro فيما يتعلق بعرض أرشيف الشموع 39- حيث نجد الصفقة حول البترول ونرى بأن المنصة تمكننا من مشاهدة التقلبات السعرية التي تعود بنا إلى عام 2002 40- وبالتالي فيتسنى لنا أن نقوم بالتحليل في إطار الفترات المختلفة بما فيها الشهرية والأسبوعية واليومية 40- وذلك بخلاف شركات الوساطة الأخرى التي لا تقدم مثل هذه الخدمات المطلوبة 41- توجد هناك نقطة هامة أخرى 42- ألا وهي ضرورة استخدام منصتين واحدة للتحليل وواحدة أخرى للتداول المالي 42- فينبغي أن يقوم المتاجرون بإبرام صفقاتهم عبر منصة والتحليل عبر منصة أخرى 43- هذا الأمر من شأنه أن يمكن المتداولين للتحليل بعيدا عن مشاهدة صفقاتهم المفتوحة 44- لكي لا يتأثر بمشاعر سلبية أو إيجابية مزيفة تبعدهم عن اتخاذ قرارات صائبة 44- نقترح عليكم أن تقوموا بإبرام الصفقات المطلوبة لديكم 45- بناء على التحليل أو الاستراتيجيات المعتمدة فحسب 46- وأن لا تغردوا خارج السرب 47- فنحذركم من التفكير في الذهاب نحو الهيج أو التحوط 48- أو إبرام الصفقات في الاتجاه المعاكس 48- أو أن تبقوا على المنصة مفتوحة أمامكم لتحدقوا فيها على الدوام 49- حيث أن وصولكم إلى حد جني الأرباح يحدث أحيانا عبر شمعة أو شمعتين 49- وقد تتعرض الأسعار للتقلبات منذ لحظة دخولكم على خط التبادل التجاري 50- إلى حين اقتراب مشاهدة حد جني الأرباح 51- إذا كانت المنصة مفتوحة أمامكم دوما 52- سوف تخطر ببالكم أفكار غير ملائمة 53- مع تحليلكم مما يدفع بكم نحو إغلاق الصفقة 54- قبل الحصول على المكاسب المتوقعة 55- وبالتالي فعليكم أن تغلقوا المنصة 56- لكي لا تتأثروا بأحاسيس غير إيجابية 56- أنواع المناطق المختارة ضمن أسلوب السلوك السعري من حيث درجة الأهمية 57- واحد 58- ذات درجة أهمية عالية 59- اثنان 59- ذات درجة أهمية متوسطة 60- ثلاثة 60- ذات درجة أهمية متدنية 60- معايير تحديد درجات الأهمية العائدة إلى المناطق المختارة 60- ضمن أسلوب السلوك السعري 61- ملاءمة إطار الفترة الزمنية 61- على سبيل المثال 62- عندما نقوم بالتداول المالي في إطار الفترة الزمنية القصيرة 63- ومنها M5 أو M15 63- فذلك يدل على مدى الأهمية الدنيا للمناطق المطلوبة لدينا 64- وأما إذا اخترنا فترات زمنية أطول مثل الفترة الأسبوعية أو الشهرية 65- فإن هذا الاختيار يؤشر على مدى الأهمية المتوسطة أو القصوى للمناطق المختارة 62- عدد التأييدات ضمن إطار الفترة الزمنية 63- على سبيل المثال عندما نقوم بالتداول المالي في إطار الفترة الزمنية اليومية 64- فإذا كانت المنطقة المطلوبة لدينا تتمتع بتأييدات عدة 64- يمكننا أن نتأكد من أهميتها القصوى 65- وأما لو كانت تحظى تلك المنطقة بتأييد واحد فقط 65- فذلك يشير إلى وجود أهمية متوسطة لها 65- تشابك أطر الفترات الزمنية 66- على سبيل المثال يوجد هناك تأييد يشير إلى هبوط في منطقة ما أثناء العمل ضمن إطار الفترة الأسبوعية 67- فبالتالي نستوعب بأن تلك المنطقة بالتحديد مرشحة للهبوط في إطار فترات زمنية الأقصى 67- مثل الفترة اليومية أو فترة أربع ساعات 68- أيضا مما يؤدي إلى استكمال بعضها البعض 69- ليجعل التشابك صفقات المتداولين مربحة في نهاية المطاف 69- ملحوظة هامة 70- سوف نتطرق إلى كيفية رسم أسلوب السلوك السعري خلال الحلقات المقبلة 71- لكي تتعرفوا عليه بشكل أفضل إلا أنه ينمغي عليكم أن تبدلوا جهودا حفيفة من أجل تعلم رسمه وقبل ذلك استدراك هذا الأسلوب ومعرفة تفاصيله التقنية بشكل كامل 71- مثل العلاقة الغرامية التي تربطها بالنماذج أو أصدقائها الآخرين 72- إذا راغب المتداول بالشدة في أن تحتضنه جاذبية Price Action الساحرة وتضمه لتحنو عليه 73- فينبغي أن يخضع نفسه للممارسة فالممارسة ثم الممارسة والتكرار وإعادة التمارين بين الفينة والأخرى 74- كما يمكنكم الاستعانة بمواقع متخصصة تقدم الخدمات المطلوبة بهذا الخصوص وهي متوفرة بالمجان على الشبكة العنكبوتية الإنترنت 74- للمزيد من المعلومات المطلوبة حول المواضيع المطروحة للنقاش ضمن هذه الحلقة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني 75- نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة